حسناً فعل الأزهر الشريف وحسناً فعل المجلس القومي للمرأة بأتكلم مع حضراتكو عن قضية منا جبران الفتاة التي اعترضت على أن يتحر الشاب ضدها فأصبحت هي الجاني وأصبحت هي التي يجب تأدبها وأصبحت هي التي يجب أن تدفع سمن موقفها ببساطة شديدة جداً حضراتكو عارفين مشكلة البنت بتاعة التجمع واللي قلنا أنه فيه 11 جمعية نسوية أعلنت تضامنها معها وقالت أنه لازم المجتمع يقف مع البنت لأنه البنت تقريباً فقدت شغلها وفقدت سمعتها والناس بتتكلم عليها بطريقة سيئة جداً الأزهر الشريف النهاردة يعني طلع بيان مشكور بيتكلم على أنه التحرش مجرم شرعاً محرم شرعاً وأنه لا يجب أن يحتاج أحد بأنه لبس البنت هو السبب في التحرش كلام ده مرفوض فهو أصدر يعني أنا بتكلم هنا بجايب الدين للناس اللي ما بتصدقش إلا في الدين يعني الأزهر الشريف حتى هو قالك أنه التحرش إشارة أو لفظاً أو فعل تصرف محرم وسلوك منحرك يأثم فاعله شرعاً وتأنف منه النفوس السوية وتجرمه كل القوانين والشرائع يعني الناس اللي بتصدق الدين الدين هو يا جماعة طيب المجلس القاوم من المرأة لأنه المسألة هنا في الدين بيتكلم ما بينك وبين ربنا يعني بيتجرم أو بيتحرم فأنت مش سائل أنت حر لكن بتكلم هنا على الواقع لابد من دعم مادي على الأرض لأنه يعني كما عرفنا أنه هذا الشاب الذي تتهمه منه جبران بالتحرش بيها هو راح قدم ضدها بلاغ سب وقسف وتشيير فهنا الدعم القانوني لها فين فيظهر دور المجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مرسي الحقيقة وهي صاحبة أداء مميز جدا في عملها وفي القضايا اللي بتتصدى لها وفي يعني السلوك العام للمجلس القومي المرأة حاجة مميزة جدا أنا عرفت أنها تواصلت معها تواصلت مع منا جبران وطمأنتها على أنه المجلس القومي المرأة سيقدم كل الدعم للبنت المشكلة فين بقى هنا ودي مهمة جدا لأنه يبدو أنه مننا جبران الضغط عليها جعلها حتى مش قادرة لا تطلع ولا تطالب بحقها ولا عايز حاجة فالقانون بيقول أنه هذه الجمعيات جمعيات النسائية والمجلس القومي المرأة حاجة ما ينفعش يتحرك قانونا قانونا ضد هذا الشاب إلا إذا راحت منا جبران وطلبت هي الدعم القانوني ووكلتهم لأنه الناس تدخل تدعمها يعني هيرفعوا هيحركوا دعوة قضائية هيعملوا أي شكل من أشكال التقاضي فهي لازم تروح وتطلب الدعم منهم وتعملهم توكيل أو إلى آخر فإذا إحنا قدام ظاهرة أنا يمكن في بعض الأضايا اللي أنا بكررها وبلحها عليها وبشير ليها باستمرار لأنه الناس بتنسى وهي النهاردة ضحية بكرة هتلاقي بنتي تانية ضحية للتحرش أو للإعتداء عليها أو لمدايقتها ما بيحصلش ده في أي حتة يعني أنه الناس تفضل تتكلم في نفس الموضوع بنفس الطريقة بنفس الكلمات بس كل ما يحصل مشكلة والمشكلة ما بتتحلش عندنا فيه قانون قانون المجلس قانون المرأة يعني بيتكلم عنه أنه في البرلمان اللي هو القانون بتاع السلوك العنيف ضد المرأة يعني تجريم السلوك العنيف ضد المرأة قانون موجود إيه اللي حصل فيه ما نعرفش حاجة تانية بقى ودي مهمة جدا هو إيه اللي حاصل في الشارع ويمكن ده جزء برضو من حوارنا إن شاء الله مع الأستاذ نبيل عمر الكاتب الصحفي الكبير اللي هو عنده تشريح سياسي واجتماعي لما يدور فيه يعني قاع المدينة كما يطلق عليه دع